السلام عليكم حرب شباب معكم شاركي يالي وشاركة كيا وجارككم فيديو جديد طعونا يا شباب انا من الزمان ودي اسوي فيديو Q&A يمكن اول واخر فيديو اسئلة واجوبة سويتها بحياتي كان ب 2015 من 5 سنية تقريبا فحاليا رح اسوي فيديو اسئلة واجوبة بس مو اسئلة المتابعين لا اسئلة من شركة لينوفو ايه شركة لينوفو او ليجين اجول عندي حكولي عنا فكرة فيديو عبينشروها بين اكثر من اليوتيوبر اللي هي انه رح يسألوني 9 اسئلة سؤال عن حياتي الشخصية كجيمر وسؤال عن حياتي الشخصية كيوتيوبر يعني السؤال كحياتي كجيمر وسؤال كحياتي كيوتيوبر عشان المتابعين يتعرفوا علي اكتر واكتر وكمان الاسئلة لحياتي كيوتيوبر ممكن تستفيدوا منها بشكل جدا كبير اذا ودك تفتح قناع على اليوتيوب فرديت عليهم على طول ووفقت انه بكل صراحة هالاسئلة كلها سألوني ايها المتابعين فعليا كلها التسع اسئلة سألوني ايها المتابعين قبل ومن زمان ودي اسوي فيديو اجاوب عنها بس قبل ان نبدأ بالفيديو حاب ان اوه انوه هالفيديو برعاية شركة لينوفو ليجن وشركة اي 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 وفيه جيفووي مقدم منهم على سبع اكواد لكوينز بلعبة ايبكس ليجن بهالفيديو رح اعطي سبع اكواد لسبع فائزين كان عليك تسويه ترجمة الفيديو بزر اللايك اشارك في القناة وترك اي تعليق اذا بدك الكود على البلايستيشن او البيسي بعد اسبوع تقريبا رح اختار سبع فائزين وارسلهم الاكواد وسويت جيفووي على سبع اكواد اخرين على حسابي على تويتر رح تلاقي الرابط موجود بالوصف وروح وشارك فيه وغير هيك فيه طريقة ثانية تفوز فيها بكوينز بلعبة ايبكس ليجن فيه تحت موقع اسمه experiencemaster.lenovo.com.legion فوت عليه هذا موقع خاص بلينوفو جوا الموقع فيه ثلاث انواع من التحديات تحديات جدا بسيطة وسهلة لما تسويها رح تربح بكوينز بلعبة ايبكس ليجن وغير هيك اذا كنت لاعب كونسولت يتحول على الفي سي فما فيه احسن من لابتوبات ليجن لابتوبات لينوفو ليجن 5 وليجن 7 بدعمه بروسيسر انتل من الجيل العاشر بدعمه كروت شاشة انفيديا ارتي اكس الشاشة اللي فيهم فول اتش دي وميتين واربعين هردز مع وان ميلي سيكند تأخير تايم وبتدعم كمان انفيديا جي سينك فالشاشات جدا خرافية اللي تجي مع هاللابتوبات وغير هيك حط للكيبوردات اللي تجي مع هاللابتوبات اللي هي من النوع الترو سترايك المخصص للجايمينج فما في داعة شريك كيبورد مخصص اذا هتك تعرف معلومات اكتر عن هاللابتوبات شايك اللينكات الموجودة بالوصف ويلا خلا نبدأ بالفيديو طيب خلا نبدأ بالسؤال الاول هو سؤال موجه الي كجيمر مو كيوتيوبر والسؤال هو انه كيف بلشت بمجال الجايمينج فاللي اتذكر انه بلشت من البلاي ستيشن 1 اظن معظمنا بلشنا من اجهزة بلاي ستيشن على البلاي ستيشن 1 كان اخواني يشتروه انا بس امسكوا الايد واخبص ومعرف اي شي بعدين على البلاي ستيشن 2 كمان اخواني يشتروه على البلاي ستيشن 2 لعبت شوية ألعاب نفس كرايش كان في لعبة تسوق تاكسي وتوصل طلبات نسيت شو اسمها بالضبط بس حاطكم صورة الها كنت ألعب ألعاب نفس تيكن فيعني على البلاي ستيشن 2 نوعا ما بلشت اني أدخل بالجايمينج بعدين حولت بي سي ليش حولت بي سي لنوصرت أروح مقاهي انترنت وألعب ألعاب ستألعب ألعاب نفس باتل فيلد بمقاهي الانترنت نفس كونتر سترايك وكان في لعبة جدا سيئة ولكلي لعبها اسمه وولف تيم ما ادري اذا موجودة الى الان ولا انقرضت بس هي كانت للكلي لعبها بمقاهي الانترنت فكان مره مرتين بالاسبوع وبطلت ألعب على البلاي ستيشن والكونسل أبدا لحديت سنة 2009 لأيجي أخوي وعرفني انه فيني ألعب ألعب أونلاين من البيت وقتا قلت له واو ألعب ألعب ألعاب من البيت كان شيء جدا وشدون قال لي ايه فعليا فينكت لعب من اللابتوب وكان عن البلاي ستيشن 3 من يوميتها تعرفت على لعبة كولوف جيتي ولعبة باتل فيلد كانوا نازلين بنفس الوقت تقريبا وكان ادمان مو طبيعي فعليا كان ادمان مو طبيعي صرت يوميا كولوف جيتي باتل فيلد كولوف جيتي باتل فيلد من 2009 لحد اليوم اول ما عرفت انه أقدر ألعب 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 وصرت جيمر جيمر فعليا قبل هيك كنت فقط لما أروح مقاهي الانترنت ألعب طيب السؤال الثاني موجه إلي كيوتيوبر شو هي النصائح اللي بتعطيها لشخص بده يفتح قناة على اليوتيوب أو بده يبلش بمجال الجيمي بشكل عام طيب اذا تريد تفتح قناة على اليوتيوب فيك هالسؤال كتير بجيني من الناس يعني كويس انه لينوفو حطوا السؤال اذا بدك تفتح قناة على اليوتيوب فعندك خيارين الخيار اللي هو انك انت محترف انت مثلا لعيب بلعبة معينة مثلا لعبة ايبكس ليجينز باتل فيلد كولو جيتي اي لعبة انت محترف بها اللعبة بشكل جدا كبير فتقدر انك تحط فيديوهات وانت قاعد تلعب والناس يشوفوا ان انت فعلا لعيب في كتير يوتيوبر عرب هيك انشهر او حتى يوتيوبر اجانب الناس يشوفوا ان انت فعلا لعيب بها اللعبة ومع الوقت راح ينشروا فيديوهاتك えて انشهر اكثر القسم التاني اللي هو قسم سناع المحتوى واللي انا منهم وهو الناس اللي ما لكننا لاعبين بالالعاب يعني اللاعبين بس لعبنا طبيعي انا لناء لعبين بشكل انه ننشروا لعبنا لا لا لكن ليست محترف باي لعبة ان أظن لعبي ديو الله بس شو موجود؟ عندي أفكار عندي افكار برعبة معينة احبها اصابق س GMA اظن ان الناس سيحب mau위 وشوفوها فابد ان اعيد نصايح بهذه القسم القسم الاول صراحة ان ما اقدر اعطي في نصايح لانه ما لخبرة بهالموضوع فالقسم الثاني هالنصيحة يعني نوعا ما نصيحة شخصية يمكن ما رح تشوف كتير الناس رح يعطوك هالنصيحة بس نصيحتي اليك انك تدور على شي واحد على لعبة واحدة او نوع واحد من الفيديوهات وما تسوي الا هالنوع من الفيديوهات بس لانه لو تبيت تبدأ قناع اليوتيوب وتحمل كل شي خلاص انت تبدأ ابيحمل كل الالعاب ابيالحق الشي المشهور لو رح تبدأ هيك فصديني ما رح يجيك ناس ما رح يجيك مشتركين لانه في ناس مشهير جدا يحملوا هيك فيديوهات يحملوا اشياء متنوعة فالناس رح يروحوا عند هدول الناس وشوفوهم بينما انت لو تخصص بلعبة معينة او بموضوع معين فشوي شوي الناس رح يقولوا ايوه هذا الشخص يحمل هنوع من الالعابه وهذا الشخص يحمل هنوع من الفيديوهات فشوي شوي رح تبني عندك جمهور بعدين بس سين عندك جمهور فينك وقتها انه تنوع السؤال الثالث موجه الي كجيمر اللي هي شو اطول فترة لعبت فيها بدون ما تاخد استراحة او بريك ابدا اظن تقريبا بين ال 12 وال 15 ساعة بلعبة ديستيني ون لعبة ديستيني ون نزلت من 2014 تقريبا حتى 2013 فلما نزلت ادمنت عليها بشكل جدا كبير لعبة تاخد وقتك بشكل مخيف مكتر ما ادمنت على اللعبة قررت اني اوقفها فعليا معني كنت مستبتع باللعبة بس قررت اني اوقف اللعبة لاني انتبهت انه قاعدة تاخد كل وتي فاتذكر على لعبة ديستيني ون كنت اصحى من النوم ساعة تقريبا 10-12 الصبح تقريبا هيك اظل الالعب لساعة 6-7 الصبح اليوم الثاني يعني تقريبا 16-17 ساعة فعليا كل يومي في اللعب فالشي الوحيد اللي اسويه غير اللعب اقوم اكل اصلي ادخل الحمام ارجع الالعب فعليا وكمان مو بس انا كان كل اصحابي اللي معهم نفس النظام فشان تعرفوا ديش اللعبة كانت مصومينها بشكل ادماني فاي يعني تقريبا خانا نقول فوق ال 15 ساعة بس الى الان ما استمرت 24 ساعة اعرف ناس مشاهير او غير مشاهير عندهم الشيء اللي هو انه يضلوا صاحين 24 ساعة فقط يلعبوا انا الى الان ما سويت هالشيء قضيت 24 ساعة وانا ادرس لان كون عندي امتحانات نهائية بالجامعة وما لي ملحق وخلاص برسب فاضل صاحي 24 ساعة ادرس بس اللعب لسه بس اظن قريبا قريبا انا رح اقضي 24 ساعة اني قاعد الالعب بس لانه حاليا متخرج وما عندي شيء السؤال الرابع موجه الي كيوتيوبر والهو انه بعض الناس ما يشوفوا انه اليوتيوبر او الناس اللي يعملوا لايف ستريمينج ما يشوفوهم كشغل انه يشوفوهم انه واحد قاعد يلعب ما شوفوهم كشغل حقيقي فالسؤال هو افينك تشرح قديش شغل ووقت بيروح لفيديوهاتك او لصناعة فيديوهات عشان يعني نقلع الناس انه الشيء نسويه شغل اه الحمد اللي انه هالسؤال سألني اللي انتابعني عن انستغرام و تويتر رح تلاقوني دايما اصور ستوري هل كانت او ما احكيلكم اخيرا خلصت شغل من فيديو عشر ساعات او خلصت شغل من فيديو يومين انا فيديوهاتي اللي اسويها تاخد شغل بشكل جدا كبير لو لمعظم فيديوهاتي ما تكون فيديو جيم بلية ما تكون والله ان انا قاعد العب لعبة اعلق واضحه و كذا فيديوهاتي احيانا تكون فيديوهات تاب 10 او تاب 5 هالفيديوهات فعليا احتاج تقريبا من ساعتين الى ثلاث ساعات لألاقي فكرة الفيديو و بس ألاقي فكرة الفيديو اكتب نص الفيديو يعني اروح اكتب نقط اجمع نقط و كذا ساعتين ثلاث ساعات خلصت من نص بعدين نصور تصوير تقريبا خلنا نقول تصوير سهل مجرد ما جامل الأفكار وحكيها التصوير راح يكون تقريبا ساعة إلى ساعتين فهلا خلصنا خمس ساعات بعدين يجي الإدت الإدت هو لو تسأل أي يوتيوبر شو أكثر شي تكره بمجالك يوتيوبر راح يقل لك الإدت الإدت تقريبا ياخد أربع ساعات على الأقل لفيديوهات التوبتين في فيديوهات تانية ما تاخد هالإدت فتاخد الإدت بعدين بعد الإدت تروح وتحط وتسوي ثمنين للفيديو عنوان للفيديو عندما يتلاكي قناعة اليوتيوب وتكون شركة شركات تلاقي واحد يصور واحد يحكي قدام الكاميرا واحد يسوي منتاج واحد بسؤول إنه ينشر الفيديو بينما اليوتيوبر نفسي ونفسي غير كتير نحنا نسوي كل هذه الشغلة ما معنا واحد يسوي إدت واحد يورى الكاميرا واحد يعدي الصوته الإدت لا اليوتيوبر هو ليلائي الفكرة هو ليصور هو ليععمل إدت فعني الضغط ليس طبيعي فعليا أي واحد يقول انه شغل اليوتيوبر او اللي يعمل اللايف ستريم ما هو شغل حقيقي فيعني ابي اريد عليه بشكل محترم بس مالي مفي كلمة طالع عبر اسي انه يعني شي يقهر شي يقهر لا هو فعليا شغل وياخد جهد ووقت جدا كبير سؤال خامس شو الاستراتيجيات اللي تستعملها لتفوز باي لعبة باتل رويل اوكي هالسؤال شكله ايجاب الغلط لانه انا مالي حريف العب باتل رويل بس يعني لعبت العب باتل رويل من فترة لفترة واحيانا افوز احيانا بعض الالعاب اقعد عليها فترة نفس لعبة ايبكس لجند ادمنت عليها فترة بشكل جدا كبير وصرت افوز بشكل جدا كبير فالنصيحة لانه في حالين العب باتل رويل كتير وكل فترة عم تنزل العب باتل رويل لو تبتبدأ لعبة باتل رويل اول شي سويه روح انزل مكان فاضي اتعلم على اللبه تعلم على الاسلحة على التاتشمنت كيف تتحرك كيف النظام كذا خلك تقريبا يعني ساعة ساعتين ما عم يعني ما عم تروح وتذبح اي واحد فقط عم تنزل لحالك بس تعود على ميكانية اللابه روح بعدين وانزل باكتر مكان زحمة بالماب فعليا انزل باكتر مكان زحمة اتبح واحد واثنين وموت عادي مجرد ما تموت ارجع فوت مرة ثانية ودخل باكتر مكان زحمة قتل واحد اثنين ثلاثة وموت وارجع خلك يوم كامل بس قاعد تنزل مكان زحمة تقتل وتموت وتعيد لانه هالشي رح يخلي خلاص انه تتعود على الفايتك باللعبة تتعود على اللعبة بشكل جدا كبير بعد يوم بعد ما تشوف انه خلاص فعليا صرت تعرف تعرف تقاتل حافظ كل شي باللعبة وقتها خلاص اليوم اللي بعدها فوت الالعب بشكل طبيعي اللي هو تنزل مكان ما هو زحمة كثير تلوت تروح تقاتل سكوادات فانه ايه شوي شوي مو والله من اول يوم تنزل مكان دحمه وتبي تضبح الكل وتفوز فراح تفوت بألف حيل صدقني الالعاب الباتل رويل شوي شوي لانه ما هي نفس الالعاب الونلاين اللي هي تموت وتعيش تموت تعيش لا تموت برا الجيم خلاص ولازم تاخدها شوي شوي بتتعود على اللعبة السؤال السادس موجه الي كيوتيوبر شو شي اللي خلاك تبدأ قناع اليوتيوب صراحة اي شيل خلاني ابدأ قناع اليوتيوب كان كمان الفين وتسعة الفين وعشرة كنت ألعب كولف ديوتيوب باتلفيلد وأجيب لقطات حلوة أجيب لقطات خرافية باللعب مثلا اقتل واحد بسنايبور بعيد او سنايبور نوسكوب او اقتل ثلين ثلاثة وراء بعض فقعد أجيب لقطات خرافية وأبي اشاركها مع الناس أبي الناس يشوفوا اللقطات اللي عندي طبعا يوميتها ما كنت عارف اي شي ما كنت عارف اصور ولا اعمل مونتاج ولا اي شي فكنت اصور من موبايل بلاك بيري اصور الشاشة اخد الفيديو احطه على اللابتوب تعلمت كيف اسوي مونتاج على ويندوز موفي ميكر اجمع لقطات واحط معهم بغنية روك كان يعني فيديوهات الله علي يورجيكم جدا سيئة فسويت فيديو فيديوهين ثلاثة من هالنوع بعدين شفت انه في وقتها يوتيوبر سعوديين صاروا يطلعوا اليوتيوب يحطوا جيم بلاي ويتكلموا اللي هو نظام الكومنتري اللي هو تحط فيديو لعب جيم بلاي بس تتكلم عن موضوع ما له اي علاقة بالجيم بلاي تتكلم والله انك شفت جني امس ولا تتكلم مشكلتك مع المدرس يلي قاعد يضربك بالمدرسة ولا تتكلم شو تغديت امس كان هذا الدرج باليوتيوب تقريبا من 2010 ل2013-2014 كان هذا الشي الدرج فصرت اسوي هيك فيديوهات بعدين شوي شوي صرت اطور واركز على محتوى واحد اللي هو الزومبيز وشوي صار عندي معجبين لهالنوع من المحتوى ومنيوميتها الى الان مستمر على هالشي طيب والسؤال السابع موجه الي كجيمر اللي هو شو هو الشي اللي خلاني ابدأ او ادخل بعالم الجيمين طبعا السؤال الاول كان كيف بدأت جيمين هذا غير هذا شو الشي اللي خلاني ادخل بعالم الجيمين طبعا خلاني ادخل بعالم الجيمينج هو بكل صراحة اخوي فعليا من زمان من انا وصغير اقعد جنب اخوي واشوفي يلعب علعاب يلعب علعاب اظن ريزدينت ايفل ومثل غير علعاب جدا قديمة على البلاي سيشن 1 و 2 وانا اقعد قدامه واشوف ولما انيك فوق راسا ابي العب ابي العب يعطيني ايد خربانه ويسلكني بايشي فاخوي هو كان دايما يشتري الاجلات الجديدة لما انا كنت صغير وما يعني اهلي لو حكتو لهم روحوا ابي بلاي سيشن ابي بي سي راح يسحبوا علي فهو اخوي كان يجمعوا مصروفه ويشتري وبعدين لما هو ما يلعب انا ادخلوا والعب وهو فعليا اللي علمني على العالم الانلاين والجيمينج نفس العابة الفيد وكول اوف ديتي وضبط لي الوضع كله بالدون اخوي فعليا انا حاليا ما راح يكون غيامر و denen هكيت كان يتبعون الكوره W presented experience بس يعني راح يكون شيء غير الجيمينج بدون اخوي وشيء اللي اضحك انه اخوي حاليا ترك الجيمينج فعليا اخوي حاليا لا يلعب thi عامره 32 حاليا ترك sonora فيعني دخلني بالجيمينج وهو عشاب positioning طيب والسؤال الثامن والأخير موجه إلي كيوتيوبر شو هو أكثر جزء حلو أو أكثر جزء بتحبه بشغلك كيوتيوبر صراحة أكثر جزء أحبه لما أشتغل على الفيديو فترة جدا طويلة وأتعف فيه وأمضي كل يومي أنا جالس قدام بالكمبيوتر وأضبط فيديو بعدين لما أنشر هالفيديو وأشوف أنه المتابعين قاعدين يقدروا هالشي تلاقي تعليقات أنه الله يعطيك العافية ندري أنك تعبت على الفيديو وما شاء الله على المنتاج وما شاء الله على المعلومات والله فيديو هاتا خرافية لما تشوف هالتعليقات كل التعب اللي حسيته خلاص يروح فعليا تقرأ التعليقات الخرافية وتنسى كل شي تعب تنسى كل شيء تعب قديت على الفيديو وتتحمس تروح وتسوي فيديو ثاني من ويرا التعليقات ففعليا التعليقات المتابعين أظن عند أي يوتيوبر هي أفضل جزء كعملك أو أفضل جزء كأنه تكون يوتيوبر والسؤال التاسع والأخير موجه إلي كا XV Still Iels شو هي افضل لعبة باتل رويل تلعبها شو اكثر لعبة باتل رويل حبيتها واستمتعت فيها هل هي فورتنايت وارزون ايبكس لجند او غيرهم من العاب صراحة ايبكس لجند خلنا اولا احكي لكم رحلتي مع الباتل رويل بدأت بفورتنايت حبيت فورتنايت لعبت فيها بعدين شوي شوي بدأت امل هذا اولا ثانيا شفت ان جمهور اللعبة كلها من الاعمار اللي جدا صغيرة وحسيت حالي كاني يعني شيخ بينهم فيعني نوعا ما بعدت عن اللعبة شوي شوي طبعا عادي لو تلعب فورتنايت حتى لو كنت كبير صغيرة همشي تستنتب اللعبة بعد فورتنايت لعبت شوي لعبة بوب جي قلت خلني اشوف ليش اللي قل قاعد تكلم عنها لعبتها شوي صراحة ما حبيتها بعدين نزل البلاك اوت بلاك اوب صفور كنت متحمس عليه بشكل جدا كبير بس كمان ما حبيتها بعدين من لا مكان نزلت لعبة ايبكس لجند ايبكس لجند اول ما شفتها وشفت انه فكرة اللعبة انه فيه شخصيات تختارهم كل شخصية عندها خاصية نفس لعبة اوفر ووتش مثلا قلت ايوه شك يعني الفكرة الحالة حلوة انه شخصيات جوا باتل رويل فدخلت وعادت العب باللعبة وفعليا الى يومنا الحالي اكتر لعبة باتل رويل اللي لعبتها واضيت فيها ساعات هي لعبة ايبكس لجند طبعا مع الوقت وقفت اللعبة وفصت ارجع بشكل متقطع بس اكتر لعبة اعطت عليها ولعبتها بشكل يعني جدا كثير هي ايبكس لجند لانه فيها شخصيات وفيها تنوى وحاليا قاعد افكر اني ارجع لعبها نفس اول لانه صار فيه سيرفرات بالشرق الاوسط فايي شباب هل يبدو اليوم اتمنى ان اعجبكم اتمنى ان اعجبكم اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تلعمل ويدو بزر اللايك شاركونا بالتعليقات اذا عنكم اي اسألة تانية راح حاول اجاوب على بعض الاسئلة وبس كماكم شاركي يالبشاركي كيش كمديها التاني شاء الله نعا السلام